والقرآن الكريم كما أشرت تحدث عن الصلاح وقصد من الحديث عنه أغراضا متعددة لعل من أهمها أنه قصد إلى إصلاح حال الناس في الاعتقاد في العبادات في الأخلاق في المعاملات في نظام الأسرة في إصلاح ذات البين في كل شؤون الحياة وأخبر القرآن الكريم أن الإصلاح جاء به الأنبياء والمرسلون بل هو سمت الأنبياء والمرسلين ترجمة نانسي قنقر